السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في سلسلة مصطلحات كندية مصطلح اليوم هو الاندينج الاندينج هو الهبوط هبوط الطيارة الاندينج اللي بتعمله الطيارة في المطار لما بتربطه الكلمة بكندا بيكون معناها دخول كنددا لأول مرة باستخدام تأشيرة الهجرة اللي تكلمنا عليها قبل كده فعملية دخولك دي لكندا أول مرة هي دي اسمها الاندينج وهي لها اسم يعني ليها مسمى لأنه في أربع حاجات بتحصل في الإجراء ده أو في العملية دي اللي بتبدأ الاندينج بتبدأ على طول بعد ما بتخلص من موظف الجوازات بيختم ختم الدخول ليك وبعد كده بيوديك لهو موظف إدارة الهجرة موظف إدارة الهجرة بيعمل معك حاجتين أول حاجة بيطلب منك الورق اللي طلبوا منك لما بعتوا لك التأشيرة في قائمة بالحاجات طلبوها منك فبيطلب الحاجات دي وبيشيك الورق وبيتأكد من كل حاجة وتمام كله تمام بدخل على الكمبيوتر تسجيلة للي هو عملية دخولك إلى كندا وبيختم لك على حاجة اسمها الكونفورميشن أوف بيرمينت ريزيدنط اللي هي إثبات إنك إنت أصبحت مقيم دائم بيختم لك عليها وبيدي لك إياها الورقة دي مهمة جدا دي شهادة ميلادك الكندية بتفضل معاك على طول مطلوبة في كل الأوقات هتلاقيها مطلوبة منك بعد كده عشان تطلع بدل فاقت لها بتقعد ستة شهور تستنى دي أول حاجة بيخلص لك تسجيلة دخولك كندا وبيدي لك الكونفورميشن بتاعت الإقامة الدائمة بتاعتك تاني حاجة بيمنالك طلب عشان تحصل على كرت الإقامة كرت الإقامة بتسلمهاش مباشرة يعني تكلمت أنا عقابك كده عن الموضوع ده هحطلكوا رابط للموضوع ده بس عامة بتاخد لها مثلا تسعين يوم غيرت لما توصل على العنوان اللي أنت بتكتبه دي حاجتين بيعملهم لك موظف الهجرة وبعدين بيدلك على طريق اللي هو الجمارك عشان تروح تاخد شنطك الأول وبعدين تروح للجمارك قبل ما تروح لشنطك هيستقبل لك واحد من اللي هم بتاعوت المنظمات اللي بتساعد القادمين الجدد هي يبتسم لك ويرحب بيك ويدي لك مجموعة من الكتيبات اللي هي لها علاقة يعني بكندا وأجواء كندا وبرضو هتلاقي فيها معلومات إزاي تتواصل مع الجمعيات دي بعد ما تستقر وتوصل المكان اللي أنت هتقعد فيه دي تالت حاجة هتحصل الكتيبات دي والترحيب دا من الجماعة دي آخر حاجة هتاخد شنطك هتروح للجمارك هناك هتكون انت معاق قائمة العفش بتاعك اللي هو موجود معاك حالا وقائمة العفش اللي انت هتجيبه بعدين مهمة طبعا القائمتين دولي هيبقى عندك نسختين هتديلوا نسخة هم بيحتفظوا بي عندهم ونسخة تانية بيختموها ويددوا لك إياها تاني ودي بتبقى الإثبات بتاع قائمة العفش بتاعك وفي أمان الله